سنعرض لكم هذه الصورة التي قال الإعلام التركي إنها للمرأة الانتحارية التي فجرت نفسها في ساحة تقسيم وسط إسطنبول إذن هذه الكاميرا أو الصورة التي التقطتها الكاميرات كاميرات المراقبة والتي أعلنت عنها وسائل الإعلام التركية بأنها تعود للإمرأة التي فجرت نفسها في الهجوم الانتحاري الذي حصل اليوم في منطقة التقسيم في جادة الاستقلال والتي نتج عنها ستة قتلى حتى الساعة وأكثر من ثمانين جريحا